شهدت محافظة بورسعيد حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب المحافظة حيث تصل مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد 13 ألفا و 161 فدان حالة من الفرح سادت بين غال منطقة سهل الحسينية جنوبي محافظة بورسعيد خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام بنبدأ بنصلح في الأرض والحصاد وراقهم مباشر قدامكم وإحنا كل حاجة متاحة والإمكانيات متاحة الحمد لله والخير كتير الحمد لله والأرض بدأت تجيب يعني مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13 ألفا و 161 فدانا منهم 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينة و 7414 بجنوب بورسعيد وعليه زادت المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة عن العامين الماضيين بنحو ألفين فدان وتقوم المحافظة عبر لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح مع وجود منذوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام الأقماح الموردة للمطاحن فرحة من المواطنين ومن أهل المكان بالنسبة للحصاد الأمح وسمى الدعب الأصفر نحن مبسطين من بساط جامد بالحضور للقيادات الشعبية والتنفيذة للمحافظة وهكذا تقوم الدولة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد القمح في مختلف محافظات الجمهورية لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد المحصول من الذهب الأصفر اشتركوا في القناة